الشيخ الكريم من الأسئلة التي نطرحها في هذا الباب المؤلف رحمه الله عندما ذكر الشفاعة في كتاب التوحيد قد يتساءل القارئ والمستمع لماذا ذكر المؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد هذا ذكرناه في أول الكلام قلنا لما كان أكثر المشركين أو كل المشركين إنما يقولون نحن نعتقد أنهم لا يخلقون ولا يرزقون وإنما لأن لهم منزل عند الله وهم عباد صالحون فنريد أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى ويتوسطوا لنا عند الله فالمصنف رحمه الله ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لأن كثيرا من مشرك العصر في وقته وإلى الآن يتعلقون بهذه الشبهة وهي الشفاعة ويقولون إنما عبدناهم لأنهم يتصرفون في الكون لكن يتوسطون لنا ويشفعون لنا عند الله عز وجل وهم لا تنطبق عليهم شروط الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى الان موسيقى